من المتابعة نضم إلينا من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري أحمد من الذي يحمله كوشنر في هذه الزيارة في الأيام الأخيرة لهذه الإدارة الأمريكية هذا الوفد الأمريكي مكون من كوشنر وطبعا معه آفي بيروكوفيش المبعوث الأمريكي الخاص لمدقة الشرق الأوسط هذا الوفد سوف يجتمع مع الجانب الإسرائيلي كبار المسؤولين الإسرائيليين وزير الخارجية رئيس الوزراء وزير الجيش الإسرائيلي وذلك في إطار التحضير للزيارة إلى المغرب غدا غدا سوف تكون هناك طائرة العال التي سوف تضم الوفدين الإسرائيلي والأمريكي وذلك للذهاب إلى المغرب في أول زيارة دبلوماسية للجانب الإسرائيلي بالتحديد إلى دولة المغرب العربي وسوف يكون هناك مراسم خاصة لاستقبال الوفدين الإسرائيلي والأمريكي وكما فهمنا سوف يكون هناك اجتماع مع رئيس الوزراء المغربي وأيضا سيكون هناك رسم للعلم الإسرائيلي الأمريكي والمغربي على طائرة العال إضافة لكتابة كلمة سلام باللغات الثلاث الإنجليزية والعبرية والعربية هذه الزيارة تأتي بعد قرابة 11 يوما أو 12 يوما من توقيع أو الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمغرب التي كانت قد توقفت في عام 2000 وذلك بمبادرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأيضا كوشنير يكرر نفس المشهد الذي تم تكراره في الذهاب إلى الإمارات وإلى البحرين بمعنى أن يكون هناك وفد أمريكي مصاحب للوفد الإسرائيلي الذي يذهب إلى رابع دولة عربية بدأت أو أعلنت بعودة أو استئناف أو البدء بعلاقات دبلوماسية بعد البحرين والإمارات والسودان الآن للمغرب إذن أحمد البوديري مراسل الغد من القدس المحتلة شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر